في عمان يلتقون سبق للعاصمة الأردنية نفسها أن جمعتهم قبل أكثر من عامين الحكومة اليمنية تتحاور مع الحثيين هناك وفدال جانبين يجريان مباحثات تدوم ثلاثة أيام الموضوع الرئيس ليس الأسرة بل فتح الطرق في محافظة تعز وإليها المعابر في محافظات أخرى موضوع للتشاور أيضا الهدف هو إعطاء المدنيين فرصة التنقل بين المحافظات فضلا عن وصول المساعدات الإنسانية هذه المشاورات تجري برعاية دولية المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس جرونبيرج يرعى على اجتماع هي محاولات من المنظمة الدولية لتخفيف حدة الحرب خصوصا أنها نجحت في فرض هدنة تبدو حتى الآن مستمرة خطوات أخرى قد نجحت أيضا إقلاع رحلة تجارية من مطار صنعاء لأول مرة منذ ستة أعوام كانت إحداها وإلى العاصمة الأردنية مستضيفة المفاوضات الراهدة اتجهت الطائرة ورغم أن الجانبين يتبادلان اتهامات بخرق الهدنة زخم المعارك ليس كما كان فلا مأرب تشهد تصعيدا واضحا ولا غيرها لكن يبقى هذا الوضع رهنا بوجود حل سياسي لا مؤشرات كثيرة عليه في أوفق الحراك بين المتخاصمين